السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إلى منطقة الراحة الكمفورتيزون بنصور في بيتنا على الكرسي المريح على الكيبورد الأريبة الموسي اللذيذة الإضاءة الحلوة يعني إحنا في منطقة الراحة بتاعتي وبتاعتك أنا يعني أظن ذلك الجولة الأخيرة من بطولة الشرقة للمتحدين بلاعب باشام أليزادة طفل عنده 12-13-14 في الرنج ده حوالي 13 سنة من أزربجان عامل نتايج جيدة جدا متعادل مع جم ألفين ربعمية وحد تاني ألفين تلتمية وكسبان ألفين مية باين يعني عامل أداء ممتاز وزايد خمسين نقطة في التقييم مستوى الشطرنجي لا بأس به على الإطلاق يعني جيد جدا وتعالى نحكي لك تفاصيل هذه المباراة من البداية اليوم اللي قابله مش اليوم اللي قابله أنا آسف نفس اليوم الجولة تبقى الساعة 3 عصرا نفس اليوم الساعة 11 صباحا قررت أشوف باشام بيلعب إيه فلقيته بيلعب على بيدا ملك فرنسي وبيلعب على بيدا وزير جرونفيلد قعدت أفكر في الجرونفيلد يا ترى ألعب مين لاين جرونفيلد بحلله لما اللعيب الكبار بيلعبوه بس ما لعبتوش قبل كده يمكن يفاجئني بناء له خصوصا أن الولد في الفورمة ومذاكر افتتاحه أكيد كويس طيب ألعب له لندن ضد الجرونفيلد آخر مرة لعبته رسمي كان ضد فيدي ماستر مش فاكر الاسم بس اتعدلت بالأبيض وكان وضع يمش عاجبني مش عارف لي وضع يمش عاجبني بس يعني على الأقل ده اللي أنا عارفه فكان المفهود ده اللي أنا لعبه لندن ضد الجرونفيلد اللي بيلعب فيه اتش فور فيلعب اتش فايف وحاول أكمل يعني الأفكار بتاعت آآ نايت اي فايف اف ثري في جي فور أو اي فور حسب الشكل مع تبيض طويل في اللحظة المناسبة مع الأكل على السي فايف في اللحظة المناسبة يعني بس برضو قلت لا أنا هزاكر تفريع جيد ذاكرته قبل كده ضد الفرنسي وهلعب له بيدا ملك راحت راحت لقيت لقيت ايدي بتلعب بيدا وزير ليه لاني ذاكرت التفريع ضد بيدا ملك يعني ضد الفرنسي بيدا ملك بس ما كملتش انشغلت في حاجة وما كملتش التفريع ما كملتش مراجعة لكن أنا مذاكره قبل كده المشكلة ان انا عارف اني حتى لو ما ذاكرتش خالص الشكل ده المفروض ان المعلومات في دناغي هسترجعها لكن ساعات كده بيحصل للواحد خلل نفسي يخليه يعمل حاجة غلط المهم بدأ وزير لقيته بيلعب نايت اف سيكس ركز معايا عشان هو بدأ يقول لي ممكن اأدجاست اول بيسز يعني احط كل القطع في مكانها قلت له ماشي تفضل ادجاست يا سيدي ففضل يأدجاست 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 يجلي يورو بلو كده كده حطيت يا ابني كل القطع في مكان نلعب بقى يا ابني شطرانجة ماشي هنا انا بفكر ألعب يعني بفكر هامشي فين ألعب مين لاين حصان حصان آم وبعد الجي سيكس هلعب دي فايف واكل ياكل ولعب ايفور ياكل والكلام ده ولا ألعب لندن ولا ألعب لاين بدام الودة ما شفتوش بيلعب غير الجرونفيلد خليني ألعب اللاين اللي اسمه أنتي جرونفيلد أنا أعرف يعني شوية أفكار منه يلا يلا لعبته قبل كده رسمي لا لعبته قبل كده بلدز يمكن مره بلدز فيمج بلدز تكن اختيار بالنسبالي سيء ايه هو الانتي جرونفيلد ده نجتلعب بيه ثري بس يقال ان في هذا الشكل لعبه جريشوك بالأبيض ضد نيبومنشي بالاسود وكان نيبومنشي آنذاك ما بيلعبش غير الجرونفيلد ونبومنشي بعد التبييد بيشب اي تو لعب دي فايف وبعد ما اكل اكل دوفي على البيضة قصر للمباراة فعلا المباراة في 2013 جريشوك بالابيض يان بومنشي بالاسود وقد خسر يان بومنشي المباراة بتمشي نايت تبييد بيشب بالزبط بيشب دي اللي انا كنت اعرفها عشان انا فولوينج ديس جيم كنت ناوي اكمل كده خلي بالك مش كده لو دي تلعبت بيتلعب عليها سي فايف مباشرة قوية ما تقدرش تاكل علشان المشاكل دي المهم بنرجع للمباراة اللي احنا فيها احنا اسفين على هذا العطل الفني يعني انا عرف ان الرؤعة كبرت وصغرت بس ده عشان بصينا في مباراة جريشوك خلينا في اللي احنا فيه اي فور نايت بي سيكس خدت بدائين دون ان يأكل يأكل ويعني يلعب سي فايف بعدين المهم تبييت على فكرة الشكل اربعة من عشرة مش وينينج يعني هنا المين او اللي انا شفته قبل كده بيتلعب هو بيشب جي فور وبتلعب عليها النقلة الغريبة جدا دي مش دي دي عليها سي فايف ولو اكلت حاسب ومفيش بقى دي دلوقتي عشان دي هياخد بيدق كامل بلا تعويض طيب ومالقي الغريبة قوي دي ده كأن البيدق ده بلاش لا عشان لو اكله بتاكل وطالب ولو اكل بالفيل بترجع تاكل كست قطعة سي فايف هنا فشلة هتاكل لان البيدق مازال محمي بالفيل مطلعش الفيل على اي ثري المهم لقيتوا لعب سي فايف سي فايف النقلة رقم اثنين على الداتابيز وبصراحة هي النقلة الحقيقية التي تعطي نتائج جيدة للاسود سي فايف نقلة ممتازة من باشام باشام برضو فضل يقول لي ادجاست وانا وانا عديها وماشي وكما رأيتم في البث المباشر هو على فكرة طفل يعني بص مش هافتي بس يعني انا دكتور بس مش هافتي لا اجد فيه اي مرض اني في ناس قالت ان هو عنده توحد وفرط حركة انا ما شفتش ده انا شفت عارف الطفل المشاغب مش عيل مشاغب سغنن كده شقي طفل شقي لكن هل ده مرض لا مش مرض دي شقاوة بالبلد وفكرت هنا كتير جدا بتاعتلت ساعة ليه قاعد بحسب بيدا في بيدا هياكل هاكل وعنده القفزة دي هيرجع بدء وضغط هنا طب فكرت في ايه تاني فكرت في اي فور واللي منعني من اي فور هذه النقلة لقيتني بلعب اي فايف بيمشي والبيداء ده مطلوب دلوقتي ودا كمان مطلوب لو دعبت دي فايف هيكل البيداء اعمل ايه اعمل ايه انا متأكد ان فكرة البيداءين دول ان لما سيه فايف تيجي اخد المساحة انا متأكد ان ان دي صح ولعبتها وقعدت احسب لو دفع البيداء دلوقتي وانا انتشرت هياكل بيداء في بيداء بيداء في بيداء ممكن يديني فيل في بيداء وياكل وياكل كسبان بيداء بس انا معايا الفيل السفاح اللي بيعمل مشاكل المشكلة ان الفيل ده هيبقى سفاح جدا في حال وجود الوزراء لكني قعدت اقول لو طلعت هنا هيطلبني هنا ممنوع هنكسر ومعا بيداء هنا هيكلني ايه همشي هنا يعني على اخر الزمن لا يا عم مش هلعب انا الكلام ده لا لا على فكرة بقى لو لعب لي اسكس هاكل وحشة لان انا ساعدته ينتشر والفيلين بتوعه اصبحوا سفاحين وبيبصوا على جناح الوزير وما اللي الصح كان ايه الصح كان بيشيب جي فايف وانت يعني ما تعرفش ان ده صح لا لان دي او مرة لعبه الافكار مش حضرة ما تكررتش كتير وحللت كتير ومش حضرة الافكار فلعبت اللي اكد يعني مش وحش قوي بس بس وحش وطلعت الحصان لاني عايز اقفل الوطر واحرر الفيل نايت سي سيكس كالت وزير فوزير وما لش استحملني وركز في اللقطة الجاية اللي انا هسيبها لك دلوقتي وهو بيلعب اه اه لا انا اسف مش اللقطة دي انا اسف هنا ههه احطرك اللقطة حالا هنا المفروض هياكر صح؟ صح؟ يوم يعمل ايه؟ من جميع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة كل القطع بتاعتي من وسطهم كلهم يجي عالوزير ويلمسوا ويقول لي adjust وبعدين يلعب فيه في بيدا اللي هو اللي يعني بينكشني جاي بيلمس الوزير اللي يعني هياكو الوزير في وزير وانا بقى قلبي يتخطف وأقول يا خبر عندي بيدا في بيدا الاول كسبت بيدا عملها في جزء من الثانية راح على وزيري قال adjust بعدنا مأكل في بيدا بعد المباراة طبعا سألت وقالوا لي الموقف ده لازم كان يقول adjust قبل ما يلمس القطعة ومن وسط كل قطعي يلمس القطعة اللي بتتاكل كان المفروض أتوقف هنا وأعمل مشكلة وخصوصا ان صاحبنا مش اول مرة يقول adjust دي تقريبا المرة الخامسة الست انت عندك البث المباشر شوف بنفسك إلا أني ضبطت نفسي جدا وكملت المطش عادي خالص إلى أن جاءت اللقطة هات الرخ ف مشيت و أوكي أعتقد في هذه اللحظة جا عند الحصان بتاعي وقام برضو قيل adjust فأنا قلت له it is adjusted it is adjusted it is adjusted في ايه adjust ايه القطعة في المربع بتاعها هنقعد بقى طول المطش ن adjust بمجرد ما بس قلت له it is adjusted بسيريس تون كده يعني هو مشي زي الالف طول المطش خلاص بقى يعني هو حس ان بعد كده الموضوع هيكبر منه بس هو نجح في انه يستفزني وانا معرفتش اخد حقي بالقانون اللي كان ممكن يعني الحق ده كان ممكن يتاخد قانونيا شطرنجيا كنت ممكن في اللقطة بتاعت انه لمس وزيري بالذات من كل القطع لمجرد اثارتي او استفزازي اوقف الساعة اجيب الحكم اقول له لمس الوزير بتاعي يكله لمس وزيري يكله الاول ما مش مصدقين الكاميرات موجودة وتنتهي القصة على كده ويتعلم ان ده ما يحصل مش هزيقول بقى يتعلم الادبة احنا مشروحين رب الناس بس في نفس الوقت يتعلم ان هذا الاسلوب في اللعب بصوا بعد ما المطش خلص قعد قال لي تفريع واثنين وثلاثة لعيب قوي لعيب شاطر لماذا تلجأ الى هذه الحياة للخيبانة ما لهاش لازمة يعني وانا متأكد انه متأثر بحد حد قال له اعمل كده لان ده طفلة يعني هيتعلم الشر ده مولود بجنات شر يعني مستحيل بس حد علمه قال له يعني يستفز خصمك يمكن يعني anything to win بس بس دي طريقة بصراحة مش حلوة ولنقص الخبرة يعني يبدو ان انا بتكلم في الحلقات وكأن عندي خبرة كبيرة جدا انا عندي خبرة كبيرة جدا من حيث الدراسة درست كتير وبستمتع بقراءة الكتب الشطرنجية والتحليل لكن الاحتكاك مع اللاعبين وحساسية الرقعة وافهم اللاعب اللي قدامي ده لعب مشاغب ولا لعب مؤدب ولا 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 لا قدامي شوية بس ان شاء الله احنا على اول الطريق يعني ودي نصيحة لاي حد بيدرب ناشئين يعني علموا قيم علموا values علموا ان يعني مش مضطرة تستفز خصمك دي حاجة immoral من وجهة نظري المهم في هذا الشكل خلاص انا تم استفساسي وكان المفوض ارجع بالحصان وخلاص احمل بيدا يعني عشان متأهبا لانه ياكل لاني قفلت السكة شوفت حل تكتيكي يعني اللي هو يعني لما ياكل باكل ولما بياكل بدي له يعني كده نايت سي فايف واخد فرق لكن صاحبنا عنده نايت اي فور البيدق واقع والبيدق ده مطلوب ايه العمل ايه العمل ارجعلي تاني وخدني انا تعبان من غيرك حصان في بيدق سقط بيدق كامل بلا تعويض غطستيلي غطس ولعبت افضل نقلة دفاعية اف فور عاوز اقابل اف فايف باي فايف واقف الوطر على الفيل لان الفيل ده لو اتفتح هيبقى فيل سفاح ولا عبرني رجع بالحصان واجبت الرخة على العمود لاني كنت شايف ايضا افكار غير رجعة الحصان ان يلعب مثلا هذه النقلة وانا لما يجي يحاول يعمل حاجة زي كده فانا صح كنت اجمد دايق هنا على اف فور شايف ان انا عافنا قوية اللي منع هذه الفكرة لكن هناك فكرة اخرى قوية ايضا اللي هي الفكرة دي رخ فرخ ويجوز لو انا كالت بياكل بقى بيدا في سبعة بيدا لازج كمان شوية هيقوم جاي بالحصان يعني حميه وحارط الحصان مكان البيدة وعايز يرقي المهم نايت اي فور جيدة ايضا منعت فكرته بسرعة لعب بيشب اف ايت بيست موف عايز يتحدى على العمود بانه يتحكم في المربع بتاع السي وان كينج اف تو طلبني مشيت طلبني مشيت طلبني مشيت طلبني مشيت طلبني مشيت طلبني مشيت اي فايف وبعدين لعب اي فايف نقلة جيد عايز يتخلص من احد مدافعي يعني احد الاحصنة المدافعة عن الاخر فلازم احمي رجع تاني بالحصان عايز يخلص من احد الارخاخ وهنا جبت فكرة مش مرشحة من قبل الانجين اطلاقا تبدو كأنها فكرة عملية مهلبية اي فايف يبدو كأنه بيدق ببلاشي لكن هي دي فكرتي انا قلت حتى في هذا الشكل لو طلع مثلا كده هحاول اكسر قطع من هنا يعني اعمل كده مثلا يكسر ياكل 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 انا عارف ان انا بخسر هنا بس نهايات الارخاخ يمكن اعمل فيها حاجة يعني يمكن بس هي اخسارة بصراحة دي تود والنقلة دي جاية كمان شوية It's lost anyways هو لعب بشب اي ثري بشب اي ثري نايت اي فور دافع بشكل ممتاز اه كسبت فرق هو بيرجع الفرق دلوقتي لكن دلوقتي تمام ممتاز و اكلت دي كانت اكلة سيئة بس على فكرة روك ايكس برضو تفوق تلاتة بديتو ولما امشي بيعني صباح الفل يعني نفس التفريع اللي تلعبت في المطش بس بالعكس اوكي كسب فرق وهنا حاولت ان انا اعمل حاجة بنقلة ممتازة ايتش فايف نقلة ممتازة وقف فكرة الماجورتي بتاعتي تماما وعلى ما حضر انا للماجورتي او او حضر لاني اعمل بيدق سالك مدعم كان هو كمان بيعمل بيدق سالك اخر على هذا الجناح نايت سي ثري لايقافه يعني رحت عملت بس انا عارف ان الموضوع بص احنا بنكمل ليه يعني ليه بنكمل المباريات دي لان ساعات بيتلعب نقلة معينة تكسب فيها فرق مثلا انت هنا لو عرفت تكسب فرق ممكن تلاقي البيدق السالك المدعم ده عمل مشكلة يعني لو في لقطة مثلا الرخ جات هنا وانت تديته كش ام مشي ام تواكل ام واكل انت بقيت بتكسب مثلا يعني بيحصل حاجات مندي it happens فانت عشان كده متقومش من المباراة وبعدين تندم انك ما عملتش اللي عليك لا يا عم انا عملت اللي علي اوكي and i resigned here خسرت المباراة ام مش علشان الولد استفزني مش عايزين نجيب اعذار على حد لكن علشان تخبطت في اختيار الافتتاح ولعبت لاين انا لا اتقنه فان شاء الله ما اقعش في هذه الاخطاء في المستقبل و والواحد برضو الاحتكاج ده فرق معه جدا ام انا بقالي كتير جدا 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 مقابلتش ناس مشاغبة في حياتي وهذه نعمة من الله ان انا بقابل ناس يعني سلكة ومش بتول حوارات الحمد لله رب العالمين يعني فلازم كل شوية كده يعدي عليك حد مشاغب يفكرك ان الناس دي عيشة وموجودة بيننا يعني لا تعتقد انك تعيش في عالم مثالي لا في الحجات دي يا محمد يانوفل طبعا أنا كنت بسطته واستمتعته وفي النهاية وفي آخر حلقة من حلقات الشارقة للمتحدين حابب أثني على التنظيم الرائع اللي كان موجود في البطولة من قبل نادي الشارقة للشطرنج وأنا مش مضطرع لفكرة أن أنا أقدم شكر لكن الناس دي تستحق الشكر أنا شفت بطولة بمواصفات عالمية بصراحة من حيث الإكويبمنت، القاعة، الجو الموجود، الهدوء، المشروبات المتاحة كان فيه كمان فكهة يعني أنا كالت مثلا مرة كالت موزة مرة كالت تفاحة لا فيه حاجات لذيذة يعني اللي أنت عايزه موجود ده جوه القاعة مش في السكن لا ده وإنت بتلعب كده جنب الشاي والقهوة والحاجات فيه عايز موز موجود عايز يعني فيه دلع واخب بالك والحكام كانوا على فكرة ممتازين جدا يعني حاضر بس أنت مش حاسس به هو يعني مراقب جيد جدا حابب أشكر الأستاذ عبدالله المازيمي لأن الرجل ده هو اللي وفر لنا أن احنا نطلع بث مباشر وهو اللي وفر لنا أن احنا نكون على رؤعة إلكترونية والناس تتفرج على المباراة زينا زي الناس اللي بتلعب على الطاولات الإلكترونية وده شيء استثناء يعني أتمنى ما كنتش نسيت أشكر حد بس عموما البطولة كانت ممتازة وأتمنى أنت كمان تكونوا اتبسطوا واستمتعتوا بمتابعتها أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته